ما فيش تاجر في مصر استورد أشاية من بعد الأزمة بيرفعوا الأسعار على خلق إلا ليه؟ الاحتقار مافيا المستراد تجار كبار عندهم مخازن مليانة منتجات قذائية أساسية وعارفين أن الناس ممكن يجي لها نعمل أنواع الزعر لكن طبعا الكلام ده ما حصلش لحد دلوقتي ولكن هم بيرهنوا أو بيضربوا على الرعب يعني عايز أقولي إحنا حتى في حاجة بنساميها زي إيه؟ اقتصاديات الأزمات يعني فيه ناس بتتربح أرباح كبيرة جدا أغنية الحرب بدون آه يعني بس إحنا عشان ما عندناش حرب فبنقول أغنية حرب روسيا أوكرانيا يعني يتخيل لحد فين آه يعني إحنا أزمة مناش يد فيها بعيد عننا ولكن بيجي لك بيجي عندك وبتنعكس عليك وبالتالي إنت هنا بتشوف أن التجار بيستغلوا الموقف أسوأ استغلال ممكن فإحنا هنا بنقول أن الأسواق محتاجة نوع من نوع الانضباط طول عمر السوق محتاج نوع من نوع الانضباط أن يكون في رقابة طبعا السلع اللي بتنتج محليا معروفة ومسر والسلع اللي بنستوردها من الخالج معروفة ومسر والحاجات اللي فيها اكتفاق ذاتي برد معروفة والحاجات اللي فيها اكتفاق ذاتي احنا عارفينها السكر عندنا في اكتفاق ذاتي بنتج محلي الألبان الأسماك الدواجن البيض دي كلها سلع اللحوم الحمرة بنسبة 65% جانب كبير من الحاصلات الزراعية آه الفواقع والخضروات بالكامل فيه تاني فيه منتجات كتير احنا وصلنا فيها المرحلة المنتجات البترولية تقريبا احنا بنستورد 30% وعلى 2023 هنكون تقريبا اكتفينا ذاتي من المحروقات سولر وبنزيم وخلافه فاحنا عارفين أو معروف بالزبط ايه السرع اللي بتنتج محليا وإيه اللي بتستورد كمان اللي بتستورد فيه سجل لدى وزارة المالية والجمارك معروف كل تاجر استورد قد ايه وإيه السعر اللي استورد تسجيل المسبق للشحنات ده نظام مطبق بقاله فترة وبالتالي معروف فبالتالي يعني المفروض تكون فيه بيانات عند الدولة وعند الوزارات المعنية عرفة وبيانات وارقام عرفة بالزبط السلعة دي جات بكام وهمش الربح مفروض ما يزيدش عن 10% وخلافه دي كلها امور يجب ان تأخذ في الحزبان طبعا برضو محتاجين من انواع التكاتف الاكتر لدى المجتمع علشان يعني نقدر نقلل الازمة دي وتمر علينا بسلام لكن برضو انا لازم اوضحنا دولة نقف على الارض السابتة احنا كنا دولة من سنوات قمنا باصلاح اقتصادي علشان لما تجينا ازمة بالصعوبة دي نقدر نستحملها وتقدر تعد علينا بسلام زي الازمات اللي فاتت انا زي ما قلت الحرب التجارية الكفيد مرت علينا بسلام وده ان شاء الله هتمر علينا بسلام ولكن محتاجين نوع من انواع التعاون بين المواطنين المصريين والاعلام بلعب بدور ان هو يعني يبتدي نعمل زي ما نقول ثقافة ترشيد الاستهلاك انا عايز اقول انه ما نيجي نتكلم عن الترشيد الاستهلاك ده مش معناه دعوة للفقر ولا دعوة للتقشف ولكن احنا ترشيد الاستهلاك ده بنقول عليه يعني الاستخدام الامثل للموارد استخدام الامثل للنقود استهلك عادي استهلك استهلك وفق امكانياتها ما تجيبش حاجات وعكاية ترميها عشان بازت فسدت تحطت في الطبق وما تتكلتش استهلك اللي انت بتستهلكه انا مش بقول لك استهلك اقل بس ما تجيبش كميات من السلع والبضائع وترمي تلات ترباعها او تخزن يعني ثقافة تخزين السلع دي برضو ثقافة سيئة بتعمل نوع من انواع الهلع لدى المواطنين لا هو ما فيش حاجة هتحصل واحنا لو تكتفنا وكانت الرسائل الايجابية يعني ده وقت رسائل ايجابية للمفروض يعني تم ارسالها للمواطنين وللمجتمع الاعمال والمجتمع المدينة واخلافه ان احنا هنقدر نعد الازمة دي ازاي ما عدت غيرها وزا كان على الامح احنا ممكن فيه كذا دورة بتنتج امح انا عندي امان من الامح ست شهور لقدام انا عملت ربعمائة الف انا ما هنا بتكلم بقى مصر طبعا يعني وشيوسف خطس ربعمائة الف فدان مساحة مزروعة بالامح زودتها على المساحة اللي موجودة حاليا ده على سبيل المثال عملت صوامع وخزنت فيه انا ما عنديش اللي انا عايز افهمك اكتر للناس عن طريق حضرتك انه فيه فرق كبير ما بين انه يبقى فيه زيادة في الاسعار وانا عندي وزيادة في الاسعار وانا ما عنديش دول كتير ما عندهاش امح وبالتالي دي هتقع في ازمة يعني تبقى صوامعها فضية ومخزنها فضية فتبدأ تلف على الدول اللي هتستورد منها وفيه دولة تانية زي حالاتي عندها امحها وبالتالي وانا بدور تدوير المرتاح ادي كل القص عشان ناس ما يجلهاش هلع بس طبعا بالفعل زي ما حضرتك اشارت احنا عندنا مخزون اربح شهور وزرعين 3.6 مليون فدان انتاجهما يكفينا الاخر السنة فما فيس سبب للهلع هي سلعة استراتيجية مهمة الامح ولكن في النهاية احنا عندنا ليكفينا الاخر السنة هتكون الازمة دي خلصت يعني انتو يعني مش عايز نتشائم ونفتكر ان الازمة دي هتطول لا هي هتخلص بسرعة عندي احساس انها تخلص في رمضان يعني على الأسبوع الثاني من رمضان ان شاء الله اشتركوا في القناة